السلام عليكم وحمد الله وبركاته. اهل بكم من جديد في مكتبنا مكتب المهندس للبطونات. ان شاء الله احنا مع بعض النهاردة. هننفذ بطون اه منطلون شروالي. اه اطفالي سن اه تمان سنين. ان شاء الله عن طبق الناس كتير طبعا. ان شاء الله نتيجة بتاعتها سليمة مية المية. وهتاجى بحضاركم. اه وقبل ما نبدأ كده لو حضاركم مش مشتاك في القناة افضل شتاك معنا في القناة. ويا ريت اه اتفعل الجرس عشان كل جديد يوصل لك. وتقفل انهم مش هكل القناة عشان مريرة كاستفيد. وربنا وفق الجماعة. هنقول بسم الله اول حاجة في المنطلون ده ما بطلونش روال. اه تلبيسه كويس للمصنع. طبعا عايز نفس التلبيس ده. نرفع مقاساته. عندنا في مواحي كده اهم حاجة عندها بدشتغل عليها. اه اول حاجة طبعا نرفع مقاسات للبطلون من اعلى منطب من تحت الكومر هنا كده. تحت الكوت. الطول اول حاجة عندنا الطول عندنا اربعة وستين سبسة. يمكن اكتبع الحاجات دي عشان تقاطر اكتبعين اخداركم. اربعة وستين. ده الطول. الموطلات دي ياريت اكتبعها عندكم لها هتنفزه البطلون ان شاء الله ياريت مرسه وياريت تنفزه البطلون. وكل حلقاتنا ان شاء الله علشان توصل لرحالة المؤرعة عالية. وان ان ان شاء الله داعه تنفز اي بطلون اه او شبيه لي. سواء في قصات في في اي حالة في مسلا قصات مختلفة بس انت الاساسيات معاك وازي هتعرف تعرف على اه سواء البطلون باضي حسب ان شاء الله الموديلات اللي احنا بنشرح. اول حاجة عمدينه عشان مطلوش اعراركم تنولي البطلون. ثاني حاجة الوست. الوست عندنا. طوام متشو السونتي. ان شاء هفضل اعراركم في الموطلات الكتير يعني. بس انت نيجا الاخر هنعم ان شاء الله ببطلون عينة نفس مطلوط العينها. نيجا عند السقوط. بتاع اعلى او اكبر منطقة البطلون. عند موطلات الحجر كده. السقوط عندنا اقبر منطقة سنتيبيره. او منطقة سنتيبير. ده الفاخدة او مسلا او ممكن ينخليه مسلا تبقى فاكس. ايه عندنا الحاجة المطلورة هو نعرفها نشتغل عليها. الوسع الرجل من تحت. وسع الرجل عندنا من تحت. اتناشر سنتي او حداشر اتناشر سنتي. اتناشر سنتي. ده الرجل. نكتب اي مسلا وسع الرجل مسلا او بسم الله. على ايه. كده الموطلات معايا هابده اشتغل بيها بمطلون مش حيطيه حركتي يعني. لاني بالنسبة لغروف بوقت حركتي احنا معنا العينة. فاحنا هنطبق البطلون بتاعنا بالعينة. نبدأ بسم الله نبدأ كبساجنا للسهل البسيط اللي هم تعودين عليه. اول حاجة نبدأ نعمل زاوية قيمة. من اول البرقة بتاعتنا. طبعا دي ورقة مش مطنية مش مكنية ولا حاجة. ورقة مفروضة البطلون بتاعنا. نبدأ نعمل خط مستقيم كده. البداية بتاعتنا. تانية حاجة نشاهد طول. طول البرقة اللي عندنا احنا همنا طول. اربعة وستين سنتي. خمسة وستين سنتي. خمسة وستين سنتي. خمسة وستين سنتي. طبعا. ونبخط المستقيم كده من اول البرقة زاوية قيمة. ونبخطون عادة يعني يحب اعمل اسيل مسافة هنا كده اشتغل عليها من ستة سنتي. وعمل خط المستقيم كده ستة سنتي من هنا ومن هنا. ببدأ عشان اخد الخط بتاعي من المستقيم ستة سنتي هو. انا اعمل المستقيم بتاعي. البرقة اللي انا مشتغل عليه. خط المستقيم. الخط اللي بعد كده. انا عندي الفقزة عن التمانتشار سنتي. اه الوسع هنا. الوسع هنا تلاتة وعشرين سنتي. وسع هنا تلاتة وعشرين سنتي. التمانتشار دي هي عفوا دي يعني سقوط الحجر. تمنتاشر دي مش فقط دي سقوط الحجر. يبقى كده سقوط الحجر دي ممتاشر. الفقزة عندنا بسعود. تلاتة اشين سنتي. باجي من اول هنا الخط هنا. طبعا احنا احنا بحاجة تلاتاتشار داوانية عملناش لسا. تلاتاتشار سنتي. وباكل على الخط المستقيم. تلاتاتشار سنتي. تلاتة وعشرين سنتي. وابداء اقفل بالرواز بتاعي. المستقيم بتاعي. تلاتة وعشرين. تلاتة وعشرين. تلاتة وعشرين. تلاتة وعشرين دي اتنايز سيبها نص. اشاني ما يخلط نص اشتبعه. تلاتة وعشرين. نص صحر. كدواشة ونص. كدواشة ونص. نص. نبدأ من فورة ونبدأ من الشيء. تلاتشار ونص. تلاتشار ونص. مش انت خطر ستين باقرد. خطرات دا جاء عملها سهلة وبسيطة بابداء بيها اي بطون بانترون باشترع عليه. احنا قلنا هنا في خطوة طبعا في احيات السياء كده ما ابدأ بيها. هنا لو تلاحزوا السدر قالب اه الضارة قالب عن السدر صمتي. فانت اه احنا نيجي نبدأ نعمل الهنش قالي صمتي بخش صمتي جوا من يمك الزويا القايم البداية. بخش صمتي جوا وببدأ اعمل الكيف بتاعي الهنش. اهوه. الميل بسيط في الشروال الخاصة من الشروال الاولادي السوبياني. وبعد يتعب شو المقاس بتاعي كامل. المقاس بتاعي هنا هنا. نقلنا المقاس بتاع الوسط ١١ صمتي. بدايتها من الصمتي دخلت جوا ههو. ١٨ صمتي وبعمل نقطة وبنزل تحت ١١ صمتي وبعمل نقطة وبشد خط مستقيم كنا. علشان اسقط عليه الحجر بتاع السدر. الخطوة اللي بعد كده ببدأ اعمل دوران علشان اعمل الكيف بتاع السدر. بطلع يمي اتنين صمتي ونص كده. الزاوية قايمة. باجي عن الزاوية قايمة كده. هي على المقطة العشارية وبدأ اعمل عليها الطوران سواء بإليه او لو بكيرس كده اهوت. مستحسن لو بالادوات لان الادوات بتدي حاجة اضبط البطل بتاعك. ده كده بالنسبة للسد. باجي بعد كده بشوف عندي روكب عندي معي عينة روكب عندي مسحيتها كامل. انا ببطبط بعينة. بشوف مسلا بسكت من تحت وده الافضل من تحت هوا من اخ من اسفل رجلة هوا. باجي عن مسافة مسلا تلاتين تلاتين. وعمل الزاوية قايمة كده. طبعا. عندي تلاتين. انا بشوف هنا الرجل التحتي كامل? عرضها كامل? عرضها سبعة شرصة. انا ببدأ من تحت هوا تلاتين. تلاتين معنى الموتر. وابدأ اعمل بطل مستقيم كده اهوت. بتاع روكب. احنا هنا عدل الثلاتين هنا بيبقى كامل? تلاتين. كده اهوت. زوية قايمة اهوت. بدي انا سبعة شرصة. نص السبعة شرصة كامل? هنقول لما يريدون الناس تلاتين. زوية قايمة اهوت. زوية قايمة اهيته. نبي ف nasty. ونص من هنا ومن هنا. وابدأ اوصل النقاط ببعضها. عندنا الاسويرة اللي بتاعت هنا قلنا الاسويرة الرجل كانت عشر سنتي يعني ستة وستة اهوة. ستة وستة. وابدأ اوصل النقاط ببعضها كده. وبريجة باجي بالموقت برضو اوصلها ببعض. انا عندي اسمه للجيو كده. ويستحصل كده بريجة تتخليها كده ايه تريب بريجة بالترابة نعملها كده. كده هتنا عملنا السدر روت بايد ما قد رفه. مهيز فيه خطرة بس. فينا طبعا السدر لبسائد. فنقس الحكر هنا في السدر اعمل كده. بنقس كده من تحت الكامير كده. ونشوفه وانا عمل معنا ساعتاشر سنتي. انا بقس من تحت هنا كده زي ما تشاهدين وباليف في المزورة معنا كده. معنا الكيرب كده بساعتاشر سنتي وبقى عمل مقتل. وبقى اوصلها بالنوطة بتاعتنا بالبداية بتاعتها هي بس. وفيها سنة ميل. ميل بسيط كده. وهو. وكده ابقى ابقى انتهيت من عمل السنة. فظن في خطة واحدة ده. ده جيل بسوستر. طبعا الشروات معروف ان يبقى فيه جيل في لتو. فيه اشكال كتير. فيه ضروران. في جيل اسمه جيف سكينة اللي هو السبعة. كان سريحة العينة اللي معنا اللي مطلوبة عمالها دلوقتي. رجعوا عالجيب سوستة. احنا بنيجي مرضو للشارات للصناية بنشوف السوق كم بتاع السوستة? اربعة سنتي. باجي من تحت هنا كده وبدي فوق او نوش. اربعة سنتي. باشوف الطول كام هنا? الطول عندي هنا اربعتاشر ونص. اربعتاشر ونص روت. وبدي فوق هنا كده. في البطرون بتاعي. ده طبعا انا بخلص بدي الفراض بالبطرون. بعد الفراض بعد اه زيادات الخياطة بكل حال. ما خش على الظهر كده انا كده في طريقة بسطة جدا عملنا السبط. اه اول حاجة الطول المقاس بتاعنا الوسط. مقاس الفخت. خدنا طول الرجبة من العينة. وعملنا الظهران بتاعنا اتنين سمت ونص كده. وخدنا البكرة بتاعنا. نيجي نبدأ الظهر. باجي هنا عند لقطة الظهر هنا. وبخش جوه ايمية سنطة ونص. سنطة ونص. من اول السرق. يعني من ايات السرق كده سنطة ونص. طبعا الظهر عندي اكيد يختلف. في المنش. سلوط الهيك. فبين اسمنا معانا علينا شاركنا عليها الهوت. بين اسم من اول الكاشتورة الاخر الكاشتورة. احنا عندنا موت ده جاي بالزبط خمسة وعشرين. خمسة وعشرين سنطة معانا للضهر. بحاجة طاعة الظهر. بطلع عن السمر اتنين سنطة. اتنين سنطة كده. لو تلاحظوا بعينا. طبعا دي عينا ميلتون. اه طبعا ما نقوم بقعام ميلتون او سمر ميلتون حسب روضة صحة المصنع وحسب الكوطة المطلوب. هنا اه قلبة الضهر عن السنطة حقا وسيطة سنطة واحد بس هنا وهنا. عندي الحجرة طبعا بتزيد شوية. احنا الآن اعملنا طلعا اتنين سنطة هبدأ اعمل الكوفالو او الجيرو بتاع السنطة. حاول اعمله بدون تاني عشان يبقى واضح. ان انا بحب يعني بابا بفضل ان انا اعمل السطر والضهر في واحدة. وبعد كده بستخرجوه من بعض. ده كده اللي هو عايزو بواضح معكم ده الضهر. ده الضهر. بمشي على نفس على كده السنطة بتاعتوه كده. وببدأ اعمل الكبارو بتاع او الجيرو بتاع بالضهر. بالشكل احداثكم شايفين? وبعمل بالنقطة اللي هي السنطة والنص ان انا مطلوبة مني. طبعا انا الوقت اعمل مني ان انا الحجر الضهر بيبقى خمسة وعشرين. البداية هي البداية وبعمشي بالمزورة. اهو اهو. اهو. خمسة وعشرين سنطة وبعمل نقطة باشتغل عليها. نقطة دي باجي هنا بعمل اسقاط للمقطة البداية عندي بتاعة المقاس المقاس بتاعي هو. نفس الخط المستقيم اللي انا عامله ده. بعمل اسقاط عليه كده. ويحاول اعملها زي في زاوية زاوية مستقيم وكده بالشاكل ده. اهو. طبعا المقاس عندي نفس المقاس تمنتاشر سانتي. وان المقاس عندنا الوسط كان تمنتاشر سانتي اهي. وبعمل مقطة. وابدأ. عندنا هنا الفرق القلب هي من السدر والضرر في البطلون هو سنت واحد. معنى كده بان انا همشي سنت واحد عن السدر اللي انا رسم وانا حاول انا اطوره كده. خطيط كده يعني. عشان يبه واضح اللي انا ما اسمه ده هو الضرر. ده كده هو الضرر. اللي بالازرر يا ربكم اللي دون واضح معاكم. ده كده. هو الفرق سنت واحد بس اهوت. وطبعا احنا هنا الصنط ونص. هنا هنا الاليو وهنا الارتفاع عندي جيب ايمة اتنين صنط ونص. وهنا نفس الكلام هنا اتنين صنطي. اتنين صنطي بعضو في باسكتو في ايمة هنا البطلون عندي جاي بصنط واحد بس اهوت. الضهر اقوى بالسدر عندي بصنط واحد. اهوت. وابدأ اهوت الصنط. مش عايز اخدها خطة عشان يبقى فيه فرق بين السيتر والضهر. عشان اتنا عاملينه في ورقة واحدة. بوصلها برضو بالكرفة بتاعي. بالشكل اللي حدوك شكل اللي دوت. يبقى الخارجي دوت. ده كده الخارجي اللي هو من لون الازرق ده. ده هو الضهر. وده هو السل. وشبه كده يعني نسبة تسعين في المية انتهينا بنعمل البطلون. نبدأ نزود كشتير. وان نعمل القمر. ده طبعا كود. ده لو عم كود. صباحة بتصنع جاليز. او فيه مصنع يبيتجيبه وماشي ويتقص. والسويرة ده. وطبعا عندنا منزاجة فيه وعي الجيل بينها في جيت جوه اهوت. نجيب للسستة. نبدأ نجي بقى نسيب كشتير ده اكل صمتي. اهوت صمتي. ادي الرجل من تحت. احنا ممكن دلوقتي نجيب اشتغل على الصوفي وبعد كده نطلع سماح الخياطة. وممكن نزود سماح الخياطة. دي دي طريقتين. دي حاجة ترجعلك انت في الشور ان انت تعمل سماح للخياطة في الاول وتقص على او تقص على الصوفي. والله انا بالنسبة لي انا في شغلي انا محبش خامل ان انا يعني اسيب سماح للخياطة. بس انا في في البنطرون ده وضع علشان. ما لا عبطش رابطكمش معي يعني انا اشتغل على الصوفي وبعد كده في الكاترون هنزود السماحات بالعادة يعني انا اصص صوفي افضل يعني انا شايفت من افضل اللي هددت افضل يعني يقوش خطوة بكتبكة. خطوة بكتبكة. خطوة بكتبكة. خطوة الصوفي اروت. الصوفي بتعالي الظهر اروت. ابدأ اوص على الازرق ان الازرق عندي هو الخرير هو الضهر اروت. القلبة بتاعك بتتظهره في الصدر يعني المسافة القلبة صغيرة جدا يعني مش عايز اروتو ده هو عامل القلبة هنا يعني ايه من نفيش مصص حاجة اروت ده جدا. طبعا انا هنا ما اضعش اروس على على الضهر اللي اننا عندي السد خارجي. وهبدأ اروس على السد. السد روت. وهطلع براها مع الضهر يعني اصص كده خارجي الاول. هنا الضهر اروت موجودة على السد.